السلام عليكم من احلى متابعين في الدنيا رب دايما تكونوا بخير النهاردة عندي فكرتين لتأتيم الطمر في رمضان بطريقة سهلة جدا ومو بسطة دوس لايك ويلا بينا نكمل الفيديو انا كده عندي اول فكرة معي دي غطيان ازايز بيرفيم وعندي غطى بطرمان وبطرمان هبدأ كده ان انا اجيب الشمع والزا الغطيان ديت على الغطى بتاع البطرمان امي شي احط الشمع كويس جدا لان الغطيان دي هي اللي هتكون بتفتح البطرمان معي وفي نفس الوقت يكون لازم تكون متثبتة علشان شكلها يكون كويس في النهية خلص بعد الفينيش انا بحاول كده ان انا اصلا انطرها بالزبط في المنتصف عشان تطلع معي مضبوطة وبعد ما اعمل كده هجيبي الغطى التاني دوت برضو كده هشوف له بس عادلة انا حاولت اشوف له كده طريقة معينة لاده كده انسى بشكل لي هبدأ برضو ان انا اجيب المسادس بتاع الشمع وابدأ لزق الشمع بنفس الطريقة لازم احط شمع كتير كده زي ما انتم شايفين بعد كده هلزقها واستنى عليها لحظات لغاية لما تنشف معي الفكرتين حلوين جدا الجودات شوية انا حاولت اعمل حاجة مبسطة لكم لان فيه ناس كتير بتطلب بحاجات يعني بسيطة مش مكنش فيها مسادس الشمع او تكون حاجة يقدموا بيها بطريقة جديدة يعني مش لازم كله يبقوا مسادس الشمع يعني انا كده كده عندي مسادس الشمع ببدأ ان انا اعمل دوائر كده بالشمع كرسومات لان كل دوت طبعا هرشه بالاسبري دلوقتي فكل دوت هيظهر لما هبدأ ان انا ارشه انا كده بداري معي اي شكلة في الغطا عادي عشان مباش سادة بس هحاول اعمل رسمة كده بالدوائر على كل الغطا ونفس الكلام انا عندي كاس تاني اللي هو بقى هبدأ اعمل عليه الكانديجور او الحامل بتاع الطمر بنفس الطريقة كده بالكاس زي ما انتم شايفين بعمل دوائر مش عايزين دوائر ممكن تعمله سبعات وتمانيات مش عايزين برضو سبعات وتمانيات ممكن تعمله خطوط بالطول او خطوط بالعرض الرسمي بمسادس الشمع ده بيبقى لزيز جدا لما بتبدأ وترشوه او تدهنوه بيبدأ يظهر كل الاشكال اللي انتم بتعملوه انا بعملها بطريقة سهلة كده بس بحيث ان الكل يقدر يستخدمها يعني ولي ما عندوش طبع مسادس الشمع ممكن نجيب الشمع ذات نفسها من اي مكتبة وبنبدأ ان احنا بنجيب بولاعة ونبدأ ان احنا نسخنها ونبدأ نعمل الاشكال اللي انتم اتعملوا بيها بس طبعا الرسمات مش هتطلع بوضوح قوي زي المسادس الشمع اللي طبعا لان المسادس الشمع بيكون ارفع سنة انا كده خلاص عملتها لازم اشيل لو في عايز يادة زي كده بابدأ ان انا اطفها كده واشيلها من الغطع علشان خاطر لما ارش تطلع شكلها نظيف خلاص كده خلصتها انا كده عندي بقى الكاس اللي هو بتاع اي كاس عندكم فاضي يعني انا ده كنت عملت به كذا فكرة قبل كده فهبدأ اعمل نفس الكلام كده بالظبط هبدأ ان انا اجيب مسادس الشمع وبرضو هبدأ ان انا اعمل دوير بسيطة كده فيه ناس بتسأل على حاجات كتير ما بيكونش كمالة الفيديو للاخر فلما بيجوا يسألوا ما بيكونوش ركزوا في الفيديو يعني لازم تتفرجوا على الفيديو بالكامل علشان تقدروا تعرفوا التفاصيل نفس الكلام كده بصهم انا بعمل بنفس الطريقة دوير دوير زي اللي انا اعملته فوق بالظلط علشان لما يتراش يبقل اتنين نفس الشكل العين احبب افكركم ان اللايك بيفرق جدا معي لو لسه ما دستش لايك لغير دلوقتي دوس لايك ولو لسه اول مرة بتباني اعمل اشتراك دلوقتي حيلا فيه كلمة اشتراك الحمرة اللي تحت الفيديو على طول واضغط عليها وحاولها للون الرمادي وفعل الجرس عشان اول ما ينزل الفيديو الجديد يوصلك ان شاء الله انا كده الخلاص بدبت ان انا انهي الكوباية او الكاس اللي عندي ما عندكوش كاس ممكن نستخدم كوباية عادي مفيش مشاكل برضو لو ما فيش كاس ممكن لو عندكم بطرمان صويل وبطرمان كبير نعملها بنفس الطريقة بس لازم نختار الشكلين يكونوا منناسبين لبعض علشان لما لزقهم على بعض يبقوا شكلهم حلو في النهاية انا بقعد اجرب كذا حاجة قبل ما اعمل الفكرة يعني انا اخترت البطرمان علشان البطرمان شكله حلو وفي نفس الوقتي كبير فانا حبيت ان انا اعمل كاس من تحت بحيث انه هيكون كندي جور زي الجاهز بالزبط فحاولت ان انا ادورها على كاس مناسب ينفع مع البطرمان انا كده خلاص عملتها هرشهم بقى سبري فضي اللي اتنين ونرجع لما كده هبدأ بقى ان انا اسبت الكاس اللي انا رشيته بعد الرش خلاص هبدأ ان انا اسبت في البطرمان زي ما انتم شايفين بشمع كويس جدا علشان ما يقعش مني يكسر لازم اسببته كويس جدا بالشامع علشان ده طبعا هيكون لو في ديوف او كده قدام منكم هتفتحوا تطلعوا طمر منه او تدهم الطمر مثلا لو على الفطر انا كده خلاص فضيت الطمر كده عندي انا انا كده عندي ده شريط استرس هبدأ ان انا الزو من فوق ده حاجة اختياري لكم انتم انا بحاول اعمل حاجة بابسط شيء وفي نفس الوقت هتطلع شكلها حيرو معي ما تتأيدوش بالحاجات اللي انا باستخدامها بس ممكن انتم تعملوا افكار من دماغكم بالحاجات اللي عندكم ودي كانت اول فكرة معي هي فكرة الكندي جار شكلها طبعا روعة جدا بصوم حاجة اكنها جاهزة بالزبط معاكم بابسط حاجة عندنا عملنا كاندي جار زي وزي الجاهز بالزبط وكمان شيء جدا بالاسترس اللي احنا عملناه طريقة سهلة جدا ومنبسطة طيب لو انتم مش عايزين تعملوا الفكرة دي خالص وعايزين تعملوا الطبق تقديم اللي هو الطبق التقليدي يلا بينا على الفكرة التانية انا كده عندي الطبق العسلي دوت ونفس الطقم برضو بتاعه الكوباية فانا كده عايز استخدم الكلام ده علشان اعملوا طبق تقديم بنفس الطريقة اجيب مسدس الشمة بس هعملوا بطريقة سهلة جدا علشان لو مش حابين تعملوا رش ودهان وكل الكلام دوت هتعملوها بطريقة سهلة جدا ومبسطة لو عندكم طقم زي ده كده سهيدة شكله حلوين في طبق تقديم انا كده ببدأ ان انا اسبطه كويس جدا الفكرة دي حلوة جدا يعني مش شرط لازم مسدس الشمع فيها ممكن نستخدم الجلوء العادي هيلزق معينة او الامير انا كده عندي دي سلسلة لونها دهبي برضو تمشي مع نفس الطقم هبدأ اعملها على الطراز العربي كده بحيس ان الطبق التقديم يكون شكله شيك وبسيط معايا ما يكونش مكلف عليكم وفي نفس الوقت يبقى حاجة شكلها فيها رقة كده شوية وبسيطة في نفس الوقت هبدأ كده ان انا سبطها كده معايا وابدأ ان انا اعمل سبعات في تمانيهات برضو بالدليات كده بنفس الطريقة ممكن بقى لو انتم مش عايزين تعمله يعني مكان اللازق ده كده عايزين تحطه لولي ما فيش مشاكل بس انا بالنسبة لي ان هو يكون اهدى كده او شكله رقيق كده بالنسبة لي هيكون اخيم وشكله احلى بكتير بصوا شكله عامل ازاي هنفضل نعمله سبعات في تمانيهات كده دي السنة الناس الدي بتبقى بتاعتبعنا البنات وكلام ده بيبقى فيه منها كتير فلو عندكم حاجات زي كده واتقطعت زي دي كده بالزبط ما ترمهاش هيبقى ليها استخدام زي دوت شكلها روعة جدا بصوا حاجة بسيطة جدا ورائية على الطراز العربي اتمنى ان الفكرتين يكونوا عجبوكم ما تبخلوش بقى لايك والشير والسبسكرايب شكر جدا لكم للمتابعة ومع السلامة